اشتركوا في القناة اعزكو تركزوا معايا النهاردة لان الموضوع مهم كتير من الناس يا جماعة بيشوفوا رؤية البراز او الغائط في المنام كتير من الناس بيشوفوها وكتير من الناس بتقلق لما بتشوف رؤية البراز في المنام او التبرز في المنام انا في البداية قبل ما اقول اي حاجة عايزة بشرك ان رؤية البراز في المنام معظمها بنسبة كبيرة جدا محمودة خلاص كده عشان بس ايه تبقى انت داخل الفيديو كده وقلبك منشرح برغم ان احنا بيتكلم عن البراز عزكم الله لكن حابب ابشر الناس لان دي من عاتي ومن سياسة القناة التبشير لا سيما اذا كانت هناك نقاط كتير من الناس بتتخيلها وبتتعامل معها ان هي سيئة ورؤة غير محمودة وهو ما يعرفش ان الرؤة دي معظمها محمود بفضل الله تبارك وتعالى فعايزكم تركزوا معايا اول رؤية معانا وهي رؤية براز الحيوان خلينا ندخل في البداية كده على براز الحيوان شفت براز حيوان وشفت ان انت جلست عليه كمان هذه الرؤية ننظر الى الحيوان الذي جلست على برازه هل هو مما يؤكل يعني مثلا جموسة بقرة شاء خروف نعجة بطة وزة فرخة براز حيوان او براز طائر مما يؤكل اذا كان مما يؤكل ستصيب مالا حلالا سيأتيك مال وهذا المال مصدره حلال صرف ان شاء الله وان كان مما لا يؤكل فالعكس صحيح ستصيب مالا ولكن هذا المال سيكون من طريق غير مشروع سيكون مالا حراما والعياذ بالله رؤية التبرز على السرير مزمومة لمزمومة لان السرير مكان الفراش مكان النوم ده مش مكان تبرز ولذلك هذه الرؤية تدل على المرض رؤية التبرز على السرير او على الفراش اما رؤية التبرز ودي الرؤية اللي كتير من الناس ذكرها لي وهم مرعوبين والانين ان البراز جاء على جسده وعلى ثيابه اصابه ما معنى هذا رأيت البراز جاء على صدري او على رجلي ويبقى مفزوع هو بيتكلم وبيكتب الرؤية او بيتكلم وبيصف لي الحالة ما هذا القلق رؤية البراز حينما يصيب الجسد العلماء اختلفوا فيها بس انا حبسطها لك هجمعلك الاقوال العلماء كلها في نقطتين اتنين بسط جدا اذا اصاب البراز اعلى الجسد فالرؤية محمودة واذا اصاب البراز اسفل الجسد الرؤية غير محمودة طيب محمودة بمعنى ايه اذا اصاب البراز اعلى الجسد الرؤية محمودة انك ستصيب مالا قدوم خير مال قدم اليك واذا اصاب الجسد البراز في النصف الاخير او في النصف السفلي يعني من القدم لحد الركبة مثلا فهذه الرؤية تدل على ضرر وهذا الضرر سيكون من مسؤول او من كبير سواء بقى كبير حي رئيسك في العمل الوزير مسؤول كبير سيقع عليك ضرر منه طيب رؤية التبرز على الملابس بتقضي حكتك لكن انت فجئت ان انت تبرزت على السياء هذه الرؤية تدل على حكتين اتنين يئما ذنب سترتكبه او ربما ارتكبته فهذه الرؤية تحذرك من هذا الذنب الذي فعلته وإما تدل على انك ارتكبت خطأا اي خطأ اي خطأ يعني سبحان الله العظيم بتختلف بها من شخص لشخص يبقى يئما ذنب يئما خطأ ماشي طيب رؤية انه تبرز في المنام ولما استيقظ من المنام وجد انه تبرز بالفعل احنا ممكن دي تحصل ولكن في البول انسان يرى انه يتبول ويفاجأ ان الصبح لا نفسه بالفعل تبول انما برز تقيل شوية ولذلك الرؤية دي من الرؤى التعذيرية من اخطر الرؤى في قضية البراز لان هذه الرؤية تدل على الطلاق ومع شديد الاسف ده بالنسبة للمتزوجين وبالنسبة لشاب العزب او البنت العزباء تدل على تخبطات في الحياة وتخبطات كبيرة طيب رؤية جمع البراز في سلة مش عايز حد يضحك والله اتقالت لي اتقالت لي واتحكت لي يا عم الشيخ انا مرعوب في ايه يا عم انا شوفت ان انا بجمع براز ايه القرف اللي انا فيه ده وايم ارفان من نفسي واكيد الرؤية دي وحشة وبرازه بجمعه في سلة هذه الرؤية يعني سبحان الله العظيم لو رأى انه جمع البراز في سلة هذه الرؤية تدل على كثرة الاموال لو كان تاجرا وتدل لو كان مزارعا على كثرة المحاصيل الزراعية انت بتقول يا عم الشيخ واح بيجمع برازي باخير ايوا يا جماعة افتكروا كلامي في البداية انا قلت كتير من الناس بتفزع من رؤية البراز اللي مش مصدقني الموضوع بقى بسيط جدا بسيط جدا ايه لو عندك كتاب ابن سرين افتحه لو ما عندك شي ادخل على البحث في جول وانت تلاقي لنا بالهولك فرؤية البراز من الرؤى المحمودة الا مناظرة منها فرؤية جمع البراز تدل على كثرة الاموال لو تاجر كثرة المحاصيل الزراعية لو انه مزارع طيب لو انه مسئول يعني رجل عنده عنده منصب كبير وراء انه يجمع البراز هذه الرؤية تدل على انه سوف يجمع الغرامات غرامات مسئول بقى مثلا في حي فهو بيجمع الغرامات من الناس اللي هم اخطأوا فبيغرمهم غرامات مادية رؤية التبرز ثم خرج من البراز حيوان ايه ده رجل متزوج رأى انه يقضي حاجته اعزكم الله وهو يتبرز وجد ان البراز نزل معه حيوان هو طبعا الكلام ده في الحقيقة يستحيل لكن احنا دائما نقول ان قضية الاحلام ملهاش قعدة فيش قعدة تحكمها فالانسان يرى في الملام اشياء يستحيل ان تحدث في الواقع هذا اصل فلو رأى الرجل المتزوج انه يتبرز يقضي حاجته وفجأة وجد مع البراز حيوان نزل منه هذه الرؤية تدل على انه سيرزق بولد سيرزق بولد ان شاء الله تبارك تبارك وتعال طيب رؤية التبرز يا جماعة بدون ارادة من الانسان شخص رأى انه قضية التبرز هو لا يتحكم فيها المراز ينزل منه بدون ارادة او بدون ما يشعر هذه الرؤية تدل على انتقاص اموال ان الراجل ده هيخسر بعض الاموال رؤية التبرز في مكان مخصوص يعني شفت مثلا انت بتقضي حاجتك في الشركة اللي انت شغال فيها شفت انك بتقضي حاجتك في السجيل المدني وانت عندك حاجة في السجيل المدني عايز تخلصها في مصلحة في ورقة انت عاوز تخلصها المصلحة اللي انت هتشوف فيها ان انت محتاج تخلص منها اوراق معينة وتشوف انك بتقضي حاجتك فيها حاجتك هتقضى بفيش حرقيل هاتيئة قدامك في الطريق ان شاء الله تبارك وتعالي رؤية المراز في مكان الغسل انت انسان بتغتسل في مكان ماء سواء في الحمام او في اي مكان بس انت في المنام شايف ان ده مكان غسل مكان استحمام ورأيت البراز موجود في مكان الاستحمام هذه الرؤية تدل على انها انك سوف تدفع اموالا ظلما وعدوانا بسبب ظلم شخصي لك بسبب ظلم شخصي لك فدي كانت بعض الرؤية المهمة في قضية البراز او الغائد طبعا للتنبيه للمرة الاخيرة بنقول يا جميع مع رؤية البراز معظمها محمود بفضل الله تبارك وتعالى فالشخص الذي يرى البراز لا يقلق لا يقلق لا يقلق تدرون في اللقاءات القادمة كان معكم اخوكم اسماعيل الجعبير مفسر الاحلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته